خلال الفيديو النورد ان شاء الله هنتكلم عن كل الادلة اللي بتأكد وجود توبي ميجوير واندرو جارفلد وتوم هولند في خلال فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس وطبعا الفيديو بتاع تحليل الاعلان التاني اللي لسه ننزلهم بارح وكذلك برضو بتحليل بتاع الاعلان الاول نزلت وقتها فبقى اتفرج عليهم عشان انا بمفروض هعمل فيديو اسئلة واشوف اسئلتكم كلها عن الفيلم عشان اقدر ان انا اتجاوب عليها وقبل بداية الفيديو انزلت لا تشترك في القناة وفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصل لكل الفيديوات الجديدة اول بول وحط لايك على الفيديو وبقى اكتب لي احسن كومنت عندك ويلا ندخل في الموضوع طيب في البداية كده احنا لازم نبدأ بقول حاجة هي لسه نزلة واللي هو الاعلان بتاع شركة سوني نفسها للي فيكم مش عارف شركة سوني بس الفرع الازباني او القناة الازبانية بتاعتهم وكذلك برضو كم قناة انية صغيرة ليهم نزلوا نفس الاعلان بتاع فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس ولكن في شوية اختلافات بسيطة والاختلافات دي تكمن في ان هم ما بدأوش الاعلان بنفس الطرية بتاعت الاعلانات التانية اللي هو نيو تريلر بيجينز ولكن بدأوا الاعلان بالكلام بتاع طبي ميجواير اللي كان موجود في خلال فيلم سبايدر مان 2 لما قال لدكتور اكتوبس ان هو احيانا لازم ان احنا نسيب الحاجات اللي احنا بنحبها وبعد كده بنلاقى الصوت بتاع اندرو جارفيلد وهو برضو بيقول حاجة شبيهة ليها وبيقول ان هو كل ما بيحاول ان هو ينكز الموقف وينكز الناس كل شوية بيفضل يعمل اعداء اكتر والجملة دي هي كانت موجودة في خلال فيلم سبايدر مان 2 لكن الصراعه مش فاكر كانت امتها بالضبط وبنلاقى الجملة بتاع توم هولندا لما هو بيقول ان دي فرصته عشان يثبت نفسه والجملة دي هي متاخدة من فيلم سبايدر مان هوم كومنج لما لانه بيتر باركر كان قاعد مع ند والاتنين كانوا بيحاولوا يشيله جهاز التتبع اللي توني ستار كان حطه في البدلة بتاع سبايدر مان عشان يبقى عارف مكانه الحلو في الجمل اللي هوم نقلوها دي هي ماشية برضو مع نفس الاسلوب بتاع الفيلم بالنسبة لتوبا ميجواير هو بيقول الجملة بتاعته ان هو احيانا انت لازم تسيب الحاجات اللي انت بتحبها وده نفس الكلام اللي بيقوله برضو ميجال اهيرا لسبايدر مان مايلز موراليس لما هو بيقوله اما تحفظ شخص واحد اما تحفظ كل المالتفيرس وبالنسبة للكلام بتاع اندرو جارفلد ان هو كل ما بيكون سبايدر مان او بطل خارج كل شوية بيفضل يعمل اعداء اكتر ده نفس اللي انت هتشوفه برضو جهوه الفيلم وشوفته جهوه الاعلان واللي هو انه كل النسخ التاني بتاع سبايدر مان قاعدة بتجري وارا مايلز موراليس بالنسبة للجملة بتاع توم هولاند فدي اللي ممكن تكون الكديد اللي بنسبة 90% انهم من فعلا التلاتة هيظهروا لان توم هولاند بيقول ان هي دي الفرصة بتاعته عشان يزبط نفسه والمفروض اخر حاجة احنا عارفنا عن فيلم سبايدر مان فور بتاع توم هولاند ان هو هيزر خلاله مايلز موراليس وهيكون توم هولاند هو المشرف عليه والكلام ده كلام رسمي وقلته اكتر من مرة هنا في القناة ولكن زي ما قلت لكم قبل كده الموضوع هو مختلف هنا لان فيه ناس بتقول ان هو هيزر من الانيميشن لللايف اكشن وفيه مصادر تانية قالت ان هو هيزر لايف اكشن بس وملوش اي علاقة بالانيميشن وطبعا دي بالنسبة ان هي تعتبر مشكلة لان احنا عندنا في عالم الام سي يو تقدم عم مايلز موراليس اللي هو ارون ديفيز ولو بسيت برضه على فيلم سبايدر مان انتو سبايدر فيرس هتلاقي برضو ان هو عمه كان موجود ولكن هنا عمه هو مات وبالنسبة للناس اللي هي طلعت نظريات على ان عمه اللي هو كان موجود في الام سي يو بيعرف نوعين تيل بين العالم بتاع الانيميشن واللايف اكشن عشان الصراحة بامانة كده لنظرية ده نسمعتها اكتر من مرة وغبية اوي حتى لو انت هتمشي على النظرية دي او هتعتمدها في الاتنين من الشبه بعض فالنظرية دي اخدها كده رميها في الزبالة لان الصراحة ملهاش اي لازمة بس مهم خلصت الكلام ده كل انه هم من التلاتة سبايدر مان كلامهم ماشي على نفس النصق بتاع الفيلم ونفس القصة برضو اللي احنا بنسمحها جوه الاعلان واللي هي برضو هتكون موجودة جوه الفيلم نفسه حاجة تانية برضو عايز افكرك بيها بخصوص برضو الاعلام بتاع شركة سوني اللي انا لسه متكلم عليه حالا انه ساعة فيلم سبايدر مان نوي هوم حصل نفس الحوار برضو لو تفتكروا ان ساعة فيلم سبايدر مان وي هوم قلتلكوا ان كان شركة سوني كان لها قناة وحدها لدولة برضو من الدول مش فاكرة الصراحة كانت ماليزيا ولا كانت دولة ايه بالظبط ولكن وقتها قلتلكوا ان القناة دي كانت المفروض هي من تبع قنوات سوني واكدت طبعا الكلام ده وقتها قلتلكوا الاعلان اللي هو نزل كان فيه التلاتة سبايدر مان والسؤال اللي قلناها ساعتها في حالة النواتب ميجوير واندرو جارفلد مش هزهره طب هم اللي حطوهم جوه الاعلان ونسبوهم برضو لتوم هولند وفيلم سبايدر مان وي هوم فقلتلكوا ساعتها نوع ده تلميحة لان التلاتة هيكونوا مع بعض جوه الفيلم والمفاجأة انه الكلام ده فعلا طلع صح فاعتقد برضو انه نفس الحوار اللي حصل قبل كده هيحصل برضو هنا في خلال الفيلم ده تاني حاجة قلتلكوا عليها برضو ساعة تحليل الاعلان مبارح قلتلكوا انه كان فيها تلميحات كتيرة على توبا ميجوير واندرو جارفلد وتوم هولند بالنسبة لتوبا ميجوير فانا اتكلم ده على نقطة بتاعة الشنطة المطوعة لما هو كان لزيئة بلازل وقلتلكوا انه هي حصلت في خلال فيلم سبايدر مان 2 وكزلك برضو لما هو ودى الاكل متأخر وبرضو حصلت في خلال فيلم سبايدر مان 2 والمشهد بتاع جواني ستيسي وهي بتقع وبرضو كان متكرر في خلال فيلم زي اميزنج سبايدر مان 2 ومشهد مايلز مورالس هو بيهرم من ميجا الاهرة كان هو برضو عامل زي المشهد بتاع دكتور سترينج وسبايدر مان توم هولند في خلال فيلم سبايدر مان نوي هوم وكان فيه برضو نسختين لسبايدر مان كانوا متعلقين زي اندرو جارفلد من خلال فيلم سبايدر مان نوي هوم ومتاخدش التلميحات ديها على الاساس انها تلميحات كده عادية وخلاص لان لو تفتكر برضو ساعة سبايدر مان نوي هوم المشهد اللي شركة سوني بنفسها نزلتها كان فيها تلميحات على توب ميجوائر وتلميحات على اندرو جارفلد سواء بالكلام عليهم او بالحركات اللي هم من عملوها في خلال افلام بتاعتهم واللي توم هولند عملها تاني ثالت نقطة معانا واللي هي التلميح على احداث فيلم سبايدر مان نوي هوم وزي مقلت مبارح معنا انه هو تكلم عن احداث فيلم سبايدر مان نوي هوم معناه كده ان هو عارف توبي ميجوير واندرو جارفلد وطوم هولاند وجوه الفيلم لما التلاتة يظهروا هيبقى هو كرههم لان هم من عملوا حاجة بوزة كل المالتيفيرس والليه طبعا زي ما قلت مبارح ان هم منعالجوا الفيلانز وعلى حسب توقيع شخصي التلاتة دول اول ما هيظهروا مع بعض جوه الفيلم هيكونوا في الصف بتاع سبايدر مان مايلز موراليس وده حتى كمان لو ميجا الاهرة هو عنده حق في اللي هو قاعد بعمله وده لان ببساطة التلاتة دول ما يعرفوش اي حاجة عن المالتيفيرس او التصدمات والغارات اللي هي ممكن تحصل تالت نقطة اللي هي التسريبات نفسها والاخبار اللي كانت قادرة بتتكلم على توبي ميجوير واندرو جارفلد وطوم هولاند جوه الفيلم وطبعا في خلال الفيديوهات بتاعت الاخبار كلها اللي هن كنت عابب انزلها كان تقريبا كل فترة والتانية بتسمع ان هو فيه خبر بيأكد الموضوع فالموضوع من احد الاخبار والتسريبات هو فعلا مليان وكان من اشهر الاخبار اللي اتكلمت عليها هنا برضو في القناة ان هو الناس اللي شغال على فيلم سبايدر مانا كروز سبايدر فيرس بنفسهم اكدوا ان هو جوه الفيلم هنشوف فيه مشاهد لايف اكشن والخبر التاني اللي احنا برضو اسمعناه من قريب جدا لما ايمي باسكال صراحت ان هو فيه تعاون بين شركة سوني وشركة مارفل وما يلزم موراليس احتمال ان هو يظهر بعد سنتين في عالم الام سي يو وطبعا زي ما قلت وقتها سنتين اللي هو فيلم السيكريت وورس والخبر التالت اللي طبعا اتكلمت عليه من زمان جدا والي هو من مصدر موصوك وخلاص شبه اتأكد وكان ليه تلميح امبارح جوه الاعلان نفسه لما انحللته والتلميح او الخبر ده اللي كان بيخص كيفين فاجي وده لما قلت لكم انه كيفين فاجي نزل عليه اخبار ان هو هيخلي كل العالم بتاع السبايدر فيرس ينتقل لللايف اكشن عشان فيلم افينجر سيكريت وورس وطبعا التلميح على السيكريت وورس كان موجود امبارح في الاعلان في الموضوع كله مترابط وواضح جدا المشكلة الاخيرة بالنسبالي هو الفيلم بتاع مدام ويب وفيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس الصراحة مش اكذب عليكم بس في حاجة غلط في خلال الافلام اللي هي هتنزل قدامه او مش قدامه هي السنة اللي جاية تحديدا السنة الجاية احنا عندنا فيلم فيلم سري وفيلم مدام ويب وفيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس المشكلة في الافلام دي ان هما من المفروض التلاتة دون مرتبطين ببعض وهذاذاك برضو مرتبطين أكثر بفيلم سبايدر مان نوي هوم ولكن من ناحية نزول الافلام دي ففي حاجة غلط فيها لان المفروض في شء concise فبراير، هينزل فيلمه بال탁رة وفي شهر مارس، هينزل فيلم سبايدر مان بيونزا سبايدر فيورس وشهر أكتوبر أو سبتمبر، ينزل فيلماً فهذاكاي هو الأخبار المفروض بكثلوا انه هو في خلال فيلم مادام ويب حنكمل الأحداث بتاعت فيلم فيلم وفيلم يعني العالم بتاع الأنيميشن بتاع سبايدر فيرس كله هنعرفه في خلال فيلم مدام ويب وكذلك اتقل انه في خلال فيلم مدام ويب هنبقى موجودين في العالم بتعه طبي ميجوير ولكن وهو صغير وهنشوف ابو وامة وبالنسبة لفيلم فاللي هو مفروض يتأكد فيه ان احنا هنشوف سبايدر مان ضد فينم ده كلام متأكد كلام رسمي مفوش اي شك مفوش اي نقاش ولكن على الجانب الثاني من ناحية الاخبار والتسريبات اللي عادة بتنزل اليومين اللي فاته فينم هيقابل سبايدر مان ولكن هو صغير يعني هو لسه ما بقاش سبايدر مان اصلا فكده مفروض فينم هيقابل بيتر باركر وهو صغير قبل ما يكتسب الكوة بتاعته وفي نفس الوقت فيه اخبار قادة بتقولك انه فينم هيزر في خلال فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس وفينم ده هيكون هو فينم توم هاردي ولو هتبص على العالم بتاع فينم فاتأكد انه في خلال فيلم فينم سري هنشوف انه فينم هيكتش في المالتي فيرس وهنفهم اكتر عن المالتي فيرس برضو في خلال الفيلم انتو شايفين الحيرة وشايفين التعايد اللي احنا فيه فالموضوع معقد وبجانب كده هم ما يخلوك تتفرج على كل الافلام عشان انت بعارف اللي حصل قبل التاني وإلا حصل بعد التاني وبس كده يكون فيديو نور ده خلص لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو وانزل برضو تأكد ان انت مشترك في القناة ونفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل الفيديوات الجديدة اول بول وعرفني تحت رؤيك في التعليقات او اكتب احسن تعليق عندك واشوفكم الفيديو الجاي وبي ساوت